وصلت الدولة على مدى عام 2023 تنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نهضة عمرانية شاملة يستفيد منها كل فئات المجتمع كما استمرت الدولة في تنفيذ المشروعات في ملفات المياه والصرف الصحية طفرة كبيرة حققتها الدولة المصرية وتفوق غير مسبوق أنجزته في إطار خطتها الطموحة للنهضة العقارية التي بدأتها منذ عام 2014 حيث بذلت جهودا ضخمة وحققت نتائج مميزة جعلت تجربتها العمرانية ما حتى أنظار العالم الدولة حرصت منذ البداية على تكثيف العمل في مختلف الملفات والمحاور في نفس الوقت لتحقيق إنجاز كبير وسريع فعملت على كل المحاور مثل محور الإسكان الاجتماعي والمتميز والفاخر بالإضافة لطرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية بجانب استمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولا واسعا من المواطنين كما وضعت نصب أعينها هدفا كبيرا متعلقا بإنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب والصرف الصحية وذلك استمرارا لتحقيق النهضة وتنمية المدن العمرانية الجديدة وتطوير المدن القائمة بالفعل وعلى صعيد المدن العمرانية الجديدة بلغ عددها إحدى وستين مدينة بمساحة إثنين وثلاثة من عشر مليون فدان ويسكن هذه المدن حاليا أكثر من أحد عشر مليون نسمة ومن المقرر أن تستوعب أكثر من ثمانين مليون نسمة مستقبلا المدن الجديدة تضم كذلك مناطق صناعية بمساحة مائة واثنين وخمسين ألف فدان ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بها خلال الفترة المقبلة مئتي مليار جنيه أما على صعيد معدلات الاستثمار بالقطاع العقاري فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام ألفين ثلاثة وعشرين عن نفس الفترة من العام الماضي ألفين اثنين وعشرين بنسبة تجاوزت اثنين وأربعين في المائة حيث بلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامي اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين وحتى الآن أكثر من ألف وسبعمائة وثمانية عشرة قطعة أرض بمساحة تتجاوز سبعة وثمانية من عشر ألف فدان وتوفر أكثر من مائتين وثلاثين ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام الفين ثلاثة وعشرين حيث بلغ عدد القطع المحجوزة ثمانمائة وتسع واربعين قطعة أرض بمساحة ثلاثة ألاف وخمسمائة وستين فدانا توفر مائة وخمسين ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين ستمائة وتسعة وعشرين طلباً فيما بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من ستة وسبعين مشروعاً في ثماني مدن جديدة بمساحة خمسة عشر وثلاثة من عشر ألف فدان توفر ثلاثمائة وعشرة ألاف فرصة عمل هي إذن جهود كبيرة ونتائج غير مسبوقة حققتها الدولة في إطار خطتها الطموحة لتحقيق طفرة عقارية